يقف عبد الله على أطلال أحد بيوت عائلته المهدمة منذ سنين طوال يقول عبد الله إنه وعائلته ترك ناحية جلولاء شمال شرق ديالة في العام 2014 أبان احتلالها من قبل التنظيم الإرهابي ليعود بعد تحرير منطقته التي لم يتبق منها إلا ركام لآلاف المنازل المهدمة دون حصولهم على تعويضات بعد أحداث 2014 رجعنا لمنازلنا منازلنا مهدمة بالكامل وحرقت بالكامل وسرقت بالكامل مشينا معاملات التعويضات بعدما فتحتها الحكومة المركزية كملنا معاملات التعويضات ولحد هذه اللحظة المعاملات نايمة بأعداد هائلة وكبيرة يعني نطالب حكومة المركزية بالمحافظ ورئيس المجلس ونواب محافظة ديالة بالإسراع وإكمال معاملات التعويض في أسرع وقت ممكن أهالي جلولاء قالوا إنهم لم يحصلوا على تعويضات رغم مرور عدة سنوات على تحرير الناحية وعودتهم وإعادة بناء ما تدمر من ممتلكاتهم بجهود ذاتية مطالبين بضرورة حسم هذا الملف الذي أصبح يؤرقهم دون حلول واقعية قدمنا على التعويضات ما الحد الآن ماكوشي يوم معاملة بيها نقص يوم ميزانية وعلى هاي الجرة وصار هاي الفترة كلها الناس اللي عنده بنا بديا واللي ما عنده الحد الآن ينتظروا والناشد الحكومة بلكت الله يستعجلون بالتعويضات هاي الانقاذ على أساس يجون يشيلونها ما شالوها الآن من 2018-2017 نجازة المحاملة مالت بيوت مالتنا راحت للمالية ناما بالمالية هس صار سبع تشرئجا من المالية بين تخصيص وتمويل وحاليا بالمحافظة زينا السادات قيسة على باقي المحافظات الموصل اليومية سبعمائة اسم جاي يوزعون الأنبار صلاح الدين بس ديالة إدارة الناحية قالت إنها تعمل على الضغط مع الجهات التنفيذية والتشرعية للمضي بإنهاء ملف تعويض آلاف المتضررين بعشرات القرى فبعد إنجاز آلاف المعاملات لا يتم صرفها من وزارة المالية بحجج مختلفة ما أثر بالسلب على الواقع المعيشي المناطق التي ضررت القرى المحيطة بناحية جلولة زائد مركز جلولة حوالي 27 قرية ضررت في ناحية جلولة ملف التعويضات ملف مهم عملنا كسلطة تشريعية وزائد سلطة تنفيذية عملت في الفترة السابقة على إنجاز هذا الموضوع حسمت كثير من هذه الملفات ملف التعويضات باقي فقط أكثر من ثلاث معاملة لكن باقي أكثر أغلبها على الصرف موضوع الصرف نحن نضغطه بدورنا كإدارة محلية لإنجاز هذا الملف وني الحقوق أهلنا في ناحية جلولة وبعد مرور عشر سنوات ما زالت ناحية جلولة تعاني من ملف التعويضات حيث يقول أهالي الناحية أن ملفات تعويضاتهم مركونة على الرفوف حتى إشعار آخر لقناة آي نيوز مخلد الربيعي محافظة ديالة